الفريق بالكامل جاهز مين اللي حيلعب أو مين اللي مش حيلعب إن شاء الله بكرة حنعرف التشكيل وحنساند في ظهر بيتسو موسيماني إن شاء الله بعد المباراة يبقى لنا كلام كتير جدا طيب خلينا بقى دايما متعودين مع حضراتكم إن احنا نقول لكم على أو نعمل مع حضراتكم سؤال الحلقة سؤال على السوشال ميديا لكل جمهور النادي الأهلي والحقيقة سؤالنا النهاردة توقع تشكيل النادي الأهلي أو شارك معنا بتوقع تشكيل النادي الأهلي أمام الدحيل غدا إن شاء الله شارك معنا بتوقع تشكيل النادي الأهلي أمام الدحيل إن شاء الله ده سؤالنا وحنستانى طبعا كل إجابات حضراتكم وزي ما متعودين نحنا في آخر الحلقة دايما تكونوا دايما معنا وبنحاول نقرأ كل توقعات حضراتكم من خلال آخر عشر دقايق إن شاء الله نقرأ وهحاول النهاردة أقرأ كتير كل اللي حضراتكم بتبعتوه تبعتوه بروحتكم اللي عايز يشوف تشكيل كده اللي عايز يقول تشكيل كده أي حاجة ما فيش مشكلة هنقرأ كل اللي حضراتكم بتبعتوه طيب خلينا نروح بقى لأهم الأخبار العالمية والصحف العالمية والمحلية وماذا قالت الصحف العالمية والمحلية عن هذه المباراة موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بيقول لسنا في نزهة الأهلي لديه عقلية جماعية والدحيل خصم صعب أما محمد الشناوي بيقول دعم جماهرنا وروح الأهلي سلحنا أمام الدحيل موسيقى كهرباء كان له تصريحات نطمح للفوز على الدحيل وموجهة بايرن ميونيخ موسيقى هونج بيقول سنبذل قصارى جهدنا لنمثل أسيا أفضل تمثيل ده المدير الفني طبعا لألسان الكوري الجنوبي زي ما حضراتكم شفتوا دي أخبار سريعة جدا لأن زي ما أنا عارف أن كل حضراتكم عارفين كل الأخبار طول النهار قاعدين متابعين النادي الأهلي وعارفين كل أخبار النادي الأهلي ولكن احنا بنحاول نجيب لحضراتكم أحدث حاجة بتحسن